بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد. الفيديو ده يا شباب هو الفيديو رقم ثلاثة في حل تملين الموجودة في كتاب المعاصر كتاب ملحق المعاصر. اكرر لو انت الكتاب ده مش موجود معك فهو موجود في فيديو على اليوتيوب. احنا نبدأ ان شاء الله من صفحة اتنين وتراتين لحد ما تخلص جزئية الايساي كاملة. طبعا اثناء زي ما انت هتلاحز كده مكررة ونفس الافكار بس احنا لازم نفضل ن اللsterreichيالكارور لما نحفظ. تعريف الإساة يه؟ الإساة ده عبارة عن ايه حضرتك ? انت عارف ان ده عن مقال وباريجراف 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 وباريجراف. الإساة عبارة عن مجموعة من الباريجرافات. يبقا نشوف. السلسلةbooksكم. لا السلسلة من الجمل اهم اسمهم بع ensemble. يبقية تعريف الباريجراف. طيب السلسلة Hunter Part? سلسلة من باريجرافات أباوت من I. ديها آ. عايزك لما تيجي تحل ما تسترعش. ما تقولش ما تلاقيش مثلا كملة سسبب خاط وتيجي. لا لازم تكمل. ممكن يقول لك. لا حضرتك يبقى غلط. لازم طيب. آآ بعد كده رقم آآ اتنين. بيقول لك طبعا ده تعليق رقم سيد برضو مهمة. الجملة اللي بتحدد لك الفكرة الرئيسية اللي في الباريجراف دي اسمها طب اللي بتحدد لك الجملة الاسية اللي في على بعضها اسمها سنتنس. انت لما تكتب كام باريجراف في المقال احنا قلنا مات مرة. مش شرط نكتب كام باريجراف. الموضوع براحتك يعني معنا كده. مش 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 شرط كام باريجراف بنكتبهم نكتب براحتك. المهم انك تكتب واحدة بس وحدة بس وخربها انت في النص. خد بالك ركز في الكلام. باريجراف في ايساي. ادي ايساي يعمل حج. حلو. الباريجراف الاولية ده هو لازم يبقى هو بس المقدمة اسمه مقدمة البراريجراف الاخير خالص كده اسمه كون كليوجين طيب اللي في النص دول لازم يبقى واحد لأ براحتك اتنين تلاتة اربعة سبعة تمانية عشرة ده اسمه البادي باريجراف. او بادي باريجراف المقدمة المفت بقى كان باريجراف واحد الخاتمة كان باريجراف واحد برضه. طيب هو بولك الاسم البراريجراف الاولاني اسمه ايه? الاولاني ده هو اسمه ايه? اسمه مقدمة يبقى انترو داكشن. what is the last ف ف ف اخر باريجراف في الايساي اسمه ايه ده. اسمه يبقى كون كوليوجين. طيب. عيزك تفهم الفرق بين اساسس مجال وبين الطبيك الساتمين. الطبيك الساتمينت somebody's statement اللي بتكون موجودة في كل باريجراف. كل باريجراف دورت دورت بالطبيك سنتنس. وبعدين. بتبط Pilk��라고요. اللي هما في bulletin. ثم في الاخر. ثم في الاخر خاصة تكون كуйوجين. ده في البراريجرافات. لكن التاساسس دي بتكون موجودة في المقدمة. في المقدمة فقط. المذيء على البريغرافات النصwendات ن depths كيف تفصل بريغرافات سوف اكتبه انا اوال، اعتقده اكتب 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 اما البريغرافات اما دخلتك ابنت وبعدين بدأت من نص السطر تاني وكتبت او من نص سنطي مع زراتي وكتبت فالحتة الفاضية دي معناها ان البراجراف بدأ هنا. حتة الفاضية دي معناها البراجراف بدأ هنا. اذا احنا بنفصل البراجرافات ازاي? باستخدام الاندنت. دي عبارة عن مسافة بنسبة باول السطر. في كل البراجراف. زي انتو البراجراف اللي هو الافتتاح اللي في اول مقدمة. هزي الاجزاء. ايه اللي من دول مش جزء فيهم? تعال نشوف. سيسز ولا ديريكت كوت ولا بايت جراوند ولا هوك. المقدمة ما ينفعش يكون فيها بايت جراوند. بايت جراوند دي خلفية. احنا ممكن نكتب الخلفية والوصف والتحليل والامثلة والاحصائيات كل ده في البودي باريجراف. لكن في المقدمة لا. what is the main idea of ايسي كوت? الفكرة الاساسية اللي في الايسية يركز عشان كلام ده مهم. الفكرة الايسية اللي في الايسية اسمها ايه? اسمها سيسز رقم دي. امان لو قال لك زمين ده. الفكرة الاساسية اللي في الباريجراف هي مين? اسمها عشان كده كل باريجراف اصلا بيكون في ده برقم تسعة. ايه اجزاء الباريجراف? اي باريجراف في الدنيا بتكون من ايه? بتكون من وبعدين مين في دول يليق على الموضوع ده? تعاليش في اول واحدة. يعني جملة الانوان. طبعا السيس دي احنا بقول لنا بيكون فين? دي بتكون في المقدمة. طبعا انت عارف الهوك اللي هو جملة اللي بتجزيب انتبه القارئ. طب دول التلاتة اللي اقلت لك عليهم هنا دول. دول اجزاء وعناصر الباريجراف. عشان خاطر ما نتلخبطش. ايه اجزاء? الباريجراف نقول لتوبك سنتنس سببورتينج سنتنس كلوزنج سنتنس. طب ايه البارتس? بتاعة الايساي? لأ معلش بيختلفوا. هم تلاتة برضو بس بيختلفوا. بيكونوا عبارة عن ايه? بيكونوا عبارة عن انتروداكشن وبودي باريجرافس وكون كوليوجن. حلو? طيب رقم عشرة. تو نوت اس تو رايت اناده رايترز ويردس انت ايدياز ان يور انت قرأت مقال وفهمته وبعدين روح تكتبه باسلوبك ده اسمه ايه? اسمه اسمه اعادة صياغة. لكن يعني لخص. اه انت شايف ان كلمات المؤلف دي صعبة جدا ومش عايف تفحظها. تعمل ايه بقى? تعمل الباريجرافات اللي في المقال ببعضها البعض. طيب تعال نشوف. بداية كده قبل ما اقول لك احنا بنكتب مقدمة. حلو? وبعد المقدمة بنكتب بودي. وبعد في الاخر خالص بنكتب خاتمة. تلات عناصر. تمام كده? المقدمة دي هي الاساس اللي انت يعني الكلام اللي انت بتقول انا هشرحه في كل الجاي. عشان كده حتى ساعات ديقول لك في الكتابة الادبية بيوصى ان المقدمة تكتب او تصاغ يعني بعد المقال. تخيل يعني انت تكتب المقال الاول وتخلص كتب المقال وعني تروح كتب المقدمة. حتى انت لو عندك حد اخواتك بيكتب بيعمل مسلا ماسترز فتلاقي دايما بيعمل مقدمة الرسالة في الاخر. تخيل عادي تفهم مني صح ما تفهمش غلط. مقدمت الرسالة في الاخر مش معنى انه بكتبها في اخر صفحات. لا. هو عامل مسلا رسالة ماجستير من اربع فصول. حلو? الفصل الاولين اللي بيكون مقدمة والتاني والتادة والرابع. بيكتب التاني والتادة والرابع الاول وخلصهم ويزبطهم وبعدين يروح كاتب بعد كده يصيغي الفصل الاولين الاول. لانك انت كتبت حاجات كتير جدا فتحكيها بقى في الانترو داكشن هعمل كزا وسوي كزا. طب مكانها بيكون فين? مكانها في الاول زي ما هي. كل ما هنالك انه بس بنكتبها بنبدأ نصيغها في الاخر. طيب. نرجع للموضوع. ها وديو بلان ازاي انك تخطط انك تربط البريغرافات مع بعضها البعض في المقال. تعال نشوف. بكتب افكار كتيرة في كل بريغراف. لا يفضل انك ما تكتبش افكار كتيرة في البرغرافات اصلا. خليك ملتزم بالفكرة الاسي. هي دي. انك تتأكد ان كل بريغراف بتكتبه ليه علاقة بالانترو داكشن مش منفصلة عن الانترو داكشن. خب لك اخر واحدة دي مهمة انك تبص عليها وتعرفها انها غلط. انك تتأكد ان كل بريغراف بتكتبه ليه علاقة بالكونكولوجن انت لسه بتكتب اصلا. ايه اللي عرفك الكونكولوجن في ايه دلوقتي? يبقى عشان تتأكد او تخطط انك تربط البريغرافات في بعضها في المقال لازم تتأكد ان كل كلمة بكتبها انا قلتها في المقدمة. او اشارتي الها في المقدمة. افضل طريقة مؤثرة او فعالة ان استخدم بيها الكلمات الربط في كتابة اي مقال. اول واحدة. بقولك اوفر يوزنج دي انك تزودها في استخدام فمن اولها كده دي غلط. انك تزور استخدام اي حاجة في الدنيا غلط. بين كل جملة والتانية. تعمل لي رابط بواسط الجملة برضو. بواسط المقال. وهنا مش كل ما اقرأ جملة لها الجملة والتانية بينهم وبعدهم يعني. على فكرة رقم بي ورقم ايه نفس المعنى. وهما الاتنين كده غلط. انك تتعلم قليل من الكلمات الربط والعبارات اللي ممكن تستخدمها. ولكن تعلم كثيرا من كلمات الربط والعبارة رقم دي اللي صح طبعا. انك تتعلم حاجات كتير جدا. تتعلم لك مسلا اربعين مصطلح. في ده تاخد لك منهم عشرين. حلو? ولكن تعلم قليل. يعني انا تعلمت قليل مسلا يعني عشرة. اجل في الامتحان حداتك عشان اكتب الاقي نفسي مش فاكر غير تلاتة. فكده بوزت. فهو بقول لك اتعلم كتير لكن استخدم قليل. المقدمة بتاعتك مين في دول بيكون فيها? اول واحدة بقول لك انتروديوس طبك ارياز ان وان ار تو سنتنسز. دي لازم تبقى موجودة فعلا. عمرك يا راجل شفت مقال وانت بتقرأه المقدمة فيها النتائج النهية دي حضرتك بتكون في الخاتمة. الدليل برضو في الاخاء في الخاتمة. المورة لو عايز تضيف بيكون في الخاتمة. ده برقم خمسة واشر. ده بالصراع النبي بقى بحبوح بناخد كل حاجة معاه. دي بتكون فين? في الخاتمة. ملخص الطبك ده برضو في الخاتمة. ده بيكون في الجملة الاولانية المقدمة نفسها. طب اخد بالك بص 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 قالك معنى كده ان البودي ممكن يكون اكتر من باريجراف يبقى ليجاب رقم دي فعلا. اول تاني بقى ايه من دول من النقاط بيكون موجود في في البودي ان ان كل باريجراف بنكتبه يكون في طبك سنتنس. الطبك سنتنس دي بيكون فيها الفكرة الاسية اللي في الباريجراف مش اللي في المقال كله. what does الكون دي لها الخاتمة. الخاتمة بيكون فيها ايه? احنا قلنا حاجتين اتنين لازم اميزهم في الكون كوليوجن. زمين ايديا. وسامارايز زمين ايديا. بس عايزك تركز. ان في الكون كوليوجن بنعمل بنعيد كتابة. لكن في بيقول لك اكتبها لانك اول مرة تكتبها. يبقى يكتب لك يعيد كتابة. طيب لما ينفعش اقول لك في يعني في المقدمة بنعيد كتابة ازا كان هي المقدمة يعني انت رسنا بدأ بسم الله تكتب. طيب يبقى احنا كده الاجابة دي من اولها كده في الكون كوليوجن بنلخص الافكار الاسية اللي قلناها. اه بعدكها سبعتاشر. what do you need to include ان زا كون كوليوجن. في الكون كوليوجن مفوت تكتب ايه بالزبط? يا راجل ينفع. ينفع ان نقدم. في المقدمة في الكون كوليوجن. عيب عليك. دي بتبقى في الاول خلص البريغراف. افكار جديدة ده ممنوع. ومحظور وغلط. انك تفكت افكار جديدة في الكون كوليوجن. كون كوليوجن احنا خلصنا يا جدعان كتبنا خلاص شكرا. تعالوا ما فكركم بلا انا كتبته. يعني ما فيش جديد. يبقى اكيد رقم دي. زي ما احنا لسه حكين دلوقتي. وهفضل عيد وزيد في الموضوع ده حد ما تحفظوه لان الكلام ده نظري. والكلام ده صعب عليكم. ولكنه ان شاء الله سهل في الامتحان. في الصلاة النبي كده اول ما قال لي انا فهمت كده انه هتكلم حاجة بتيجي في الاول. اول جملة. في الانترودكتوري بريغراف. اول جملة انت بتكتبها في بريغراف الاول. يعني بنسميها ايه? معناها التفاصيل ملموسة. خاتمة. من اولها كده خاتمة ايه اللي جاء في الاول? اللي هي الجملة الاساسية اللي في البيغراف كله. ولا اللي هي يعني الطبيعي انك تكتب اللي هي مين بقى? اللي هي الجملة اللي بنجذب بها انتباهي القارئ. عايزك تركز. جملة بنجذب بها انتباهي القارئ. لكن دي الفكر الاساسية. طيب. اه. بقولك المفروض تكتب ايه? طول البريغراف بتاعك. ولازم ما تسيبهاش خالص طول البريغراف? تعال نشوف. دي خواتم في الاخر خواتيم يعني. دي بتكون في آآ طول المقال بتاعك طبيعا انك تكتب بريغرافات فدي غلط. فاكيد دول تكتبهم بطول بريغرافك. بس ده مش معناها ان كل جملة تكتب لي بينها وبين التانية خد بالك. لو انت كتبت بين كل جملة والتانية. يبقى ده اسمه وده غلط. انت بتكتب خمس عشر جمل في البريغراف مسلا على سبيل مساء عشر جمل. فالطبيعي ان عشر جمل دول اكتب لي فيهم مثلا. وما يزيدوش عشان يبقى الموضوع مبلوع منك. الجملة الاورانية اللي بتكون موجودة في بريغراف. ايه بقى خلاص موضوع جاذب انتباه القرأ ده مفعش هنا. انت تجزي منتباه المقدمة عشان يفضل يقرأ معك للاخر. انت وصلت الاخر تجزي منتباه لي بقى طفش المفروض. اول ما تلمح اعرف ان دول هنا. طيب رقم دي بقى. بقول لك انك تلخص طب ليه ما تنفعش دي? لان قالك هنا ايه? هو انت هتلخص البرغراف كله في جملة. انت مفتر يعني عمرك ما تعفت تعملها. طيب بعد كده واحدة وعشرين. ده اللي هو احنا بنسميه ساعة الخطاف يعني. شد ايه بقى? الخطاف او الجملة اللي احنا بنحطها عشان تجزي بينتباه القارئ دول. المفروض تعمل ايه? ولا ميك يور ريدر بكم انفولفد انفولفد يعني ايه انفولفد معناها مندمج. مدام افتتاحية وجاذب وخطاف يبقى اكيد مندمج دي تكون معاها. الجملة اللي انت تكتبها عشان تجزي بينتباه القارئ الهدف منها انها تخلي القارئ مندمج معك في النص. طيب اتنين وعشرين. اه بتمثل الفكرة الاسية بتاعت ايه بالزبط? اكيد بتاعت المقال كله اللي هو اسمه الاساي. طيب ومالي الباريغرافات اللي بيمثلها الطوبك سنتنس. عاديك تفهم حاجة. الباريغرافات دي في منها انواع. من بين الانواع دي اكتر نوع بيقابلنا في الاسئلة. اللي بعبارة عن ستوري قصة. والنوع التاني اللي الشخص بيقنع فيه القراءة ان هما يتقبلوا فكر معين. وهو بيشتغل فيه بيحاول يستخدم كلمات تسير عاطفتهم بحيس يتقبلوا امر معين. بمعنى ان هو شايف مسلا ان تويوتا دي شيء من افضل انواع السيارات. فعمل يقول لك تويوتا دي عربية سريعة وانت لو عايز تمشي بسرعة فيها تساعدك. غير كده انها ما بتعملش حوادث وممكن تموت عيالك. فدي بالنسبة لك كده عمل يخنعك وبيلعب على مشاعرك في الموضوع. حتى احنا فيما بعد كده هنعرف ان هو بيستخدم في البرسويس في اي ساي حي اسمها اموشنال ابيلز. اللي معناها ايه بقى ديت? اللي معناها استخدام كلمات عشان يلعب على عواطفك اللي بسمها بوضع عاطفية. طيب المهم نرجع لموضوعنا. الهاو تو دايما بداية يعني كون انا بنحفظ اول ما تلمح كلمة هاو تو اعرف انه وبتكلم على الاكسبوزاتوري اي ساي. وعايدك تعرف ان الاكسبوزاتوري الاساي ده بعمل حاجتين اتنين. بيشرح ويفسر في حاجة معينة. يعني شرح وتفسير. ايوسفل تكنيك فور برسويسف رايتنج اللي احنا كنا بنسلح تحكي عنها دلوقتي. الاموشنال ابيلز دي. زي ايه الفكرة فيها يعني? لما كنا نعايز اقناعك بفكرة. فانا باستخدم كلمات تصير عاطفتك عشان تتقبل فكرة معينة. طيب. خمسة وعشرين. ايه نقط لسه بنحكي على الموضوع ده اهو. شايف اهو ستوري يبقى نريت في نريت في اساي. يعني ايه? يعني يشرح. سبحان الله اهي. لسه قدامك على الشاشة اهي. لسه بتقول يعني يشرح او يفسر. فلما يجيلك يقول لك يبقى تعرف انه عايز مين على طول اللي يرقم بي. دي اصلا جاي من كلمة يعني يشرح لك فكرة وعرضك لها. يعني يتأثر على الناس. على عاطفة الناس. يبقى لي مين? يبقى الافكار هتلاقيه سهلة معك بس انت تابع. الغرض من الاساي is to use vivid details. يعني كتستخدم تفاصيل حية. to give the reader a mental image of a person. انك تحكي عن شخص او عن مكان او عن شيء. عن احداث بتفاصيل حية واقعية. يعني ايه بحية واقعية. يعني حدا حصلت فعلا ده مدسكريبتف. انك تحكي عن حدثة حصلت لك عن والدتك لما كتب تهتم بيك في الاسم الاسكريبتف. كلام ده رخم شوية بس انت من تكروها تحفظه ما تحبطش من واحدة بواحدة على نفسك كده. which of these is not a characteristic of good اساي. ايه من دول مش من خصائص الاساي الجيد. formal style اللي تكتب بشكل رسمي قادي منهم. آآ بريفتي يعني ايه بريفتي جاي من كلمة آآ بريف اللي مختصر. يعني دي اختصار. personal touch. touch الخاص بيك لازم تعمله على فكرة ينصح انك وانت تكتب بريغراف تقول رأيك. تعمل touch الخاص بي. لكن fakeness fake اصلا يعني مزور. fakeness دي معنى التزوير عدم الصدق يعني. فطبعا دي مش من. مش خبلك وقالك نط. which of this should be avoided. ايه اللي المفروض نتجنبها في المقال الجيد. انا عادة اكتب مقال. ايه من دول المفروض نتجنبها? اكتب بلغة رسمية. وخلي في وخلي في بس ما تخليش في اسلانج. اسلانج دي يعني اللغة اللغة الشعبية. العامية من الاخر. ما ينفعش اكون بقرأ في مقال علمي. ولاقي واحد كتب لي مساء الخير وصباح الخير والعواف وحفظ الله. حاجات دي ما ينفعش نكتبها لجدعين. طيب واحد وثلاثين. which of this is not type of essay. انواع المقالات ايه اصلا? descriptive او معانا. narrative او معانا. argumentative او معانا. لكن في مقال ومقال شخصي? لا طبعا. which of this is still the story? story يبقى ناريتف على طول. احنا السؤال اتكرر مئة مرة. must be avoided. لازم نتجنبها. in a summary. لازم نتجنبها في في السمري. وانت بتعمل خلاصة وانت بتلخص في حاجة معينة. ايه اللي انت مفهول تتجنبها? facts? ولا ideas? اما انت هتكتب ايه اللي ما كنتش هتلخص افكارك? هتلخص افكار اه حقائقك? المفهول نتجنب استخدام مع العلم. انك انت اصلا في السمري انت بتلخص يعني بتكتب الكلام المكتوب اصلا ولكن باسلوب مختلف ما بتكررش زي ما هو ما بتكتبش الجملة مسلا technology is important. اليك كاتبها تحت technology is important. انت كده حرام يا ما بتلخصش. اه بعد كده. it is recommended that you write زي ايه? باريجراف lost. خص بقى لما تيجي تكتب باريجراف لما تيجي تكتب المفروض احنا بيكون معانا وبيكون معانا وبيكون معانا صح? علميا ينصح انك تكتب وبعدين وبعدين تشوف نفسك كتبت فيهم ايه? وتروح صايق بعد كده المقدمة. طب ما كانها يا مستر في الورقة? بيكون في الاول ولا في الاخر برضو? هي كده كده ما كانها في الاول. كل ما هنالك انك انت بتكتب في الاخر بتنفزها في الاخر. طيب هو بقى لك بيكون يوصى بانك تكتب مين? اه في الاخر الانتروداكشن باريجراف. خبالها دي دي غريبة في المعنى. احنا بنكتب الانتروداكشن دي بنصيغها في الاخر. لكن هي مكانها كده كده في اول الايساي. اول حاجة بنلزقها في الايساي لما نطلعوا بقى البابلشنج. what is the first thing you should do? we need to write an essay. انا راجل عايز اكتب مقال. حلو? ايه اول حاجة عاملها بختار طبك. اما انت هتكتب مقال ازاي من غير ما تعرف عنوانك. لازم الاول اول حاجة تكتبها. تكتب ايه في المقال? فاكر انت لما كنت بقولك انت بتبدأ. ابدأ او خلي المقدمة في الاخر. فين? في الاخر. يبقى اكيد مين في الاول? نكتب في الاول البودي. بس عشان خطر يقعد الفهم غلط. انا قدامي دلوقتي ده مقال. اول حاجة بتقابلني انا كقارئ بقابلني المقدمة. وبعدين جسم المتن بتاع المقال او جسم المقال وبعدين خاتمة. ما هو هيا في الاول اهي? ما هو حضرتك ده الصورة النهائية اللي طلعت لك. لكن الراجل اللي يجي يكتب الموضوع ده كتب الجسم وبعدين خاتمة وبعدين صاغ المقدمة. وبعدين طلع لك الشكل بالترتيب زي ما انت عارف. المهم. اول حاجة يفضل نحن اكتبها يمين. طيب اول حاجة بتظهر قدامك يعني. ده عبارة عن ايه? عبارة عن مجموعة من البريغرافات. بتاع نشوف. نوعنا مع الكتابة اللي فيها بريغرافات كتيرة جدا. ده اسمه زي ما قلنا ما ينفعش نعمله. المقال يبقى بالله عليك. ولا بردو ولا قصيدة. هو نوعنا مع الكتابة تطلب بحث. زي. البريغراف المقدمة اللي في المقال بيتطلب ايه? اول حاجة كده. اذا تبك سيز. ولا بص كل دول صح. دي صح ودي صح ودي كتبك صح لولة من كلمة ريزن فور ذي اسي. هو انت لما تكتب بريغراف ودي خطأ من الاخطاء اللي كانوا بيعملها الطلبة ايام ما كنت بيكتبوا بريغرافات. انك تقول ستحدث في هذا المقال عن كذا. ساكتب معلومات عن كذا. ده غلط ما تقولش انها هكتب عن ايه. انت اكتب والقرق يفهم. يبقى كده ايه اندي بيه اللي صح. بعد ما تكتب الفكرة الاسية في اعمل يبقى اكتب الفكرة الاساسية. ما هو انت قلت لي مين هي اصلا. ما هي الفكرة الاسية. وانت بتكتب في في فكرة الاسية. هنكتب فيها الفكرة الاسية ما فيها انت بتكتب او فكرة اهسية وبعدين تبقى تشرحها. الفكرة الاهسية بقى ما فيهاش دي مرحلة تانية. طيب بقولك بعد ما تكتب الفكرة الاهسية تعمل ايه? تبدأ تكتب اهو بعد ما نكتب الفكرة الاهسية. ابدأ اكتب. ابدأ استخدم وديني امثلة وديني تفاصيل وديني كمان خبرتك انت الشخصية وحكيه لعن بتاعتك وديني احصائيات يبقى رقم دي. بعد كده. برضو هنا عشان حتة فيه بس انا حاس انت ممكن لخبطوا فيها. ايه الفرق بين بي وبين دي? بص هو قولك بعد ما تكتب الفكرة اعمل ايه? اكتب سبورتينج دي تيلز. طب ليه ما ناخدش رقم بي? في بي يا شباب بيقولك اتأكد ان السبورتينج دي تيلز ظهرة في المين ايضية. يعني انت كتبت الفكرة الايسية. اكتب جواها سبورتينج دي تيلز? طبعا لا. زا كون كوليوجين افقا اي ساي. الكون كوليوجين بتاعت اي مقال. المفهود انا احافظ ومتعلم ومتأكد ان الكون كوليوجين دي عايز كلمة من اتنين يكونوا قدامي. او ريستيت. حلو? اكتب اخر افكار دقيقة? لا طبعا. احنا مبنكتبش افكار جديدة في الكون كوليوجين. يبقى هي دي. يبقى الاجابة كده خلصت. احنا كده خلصنا الاربيعين سؤال دول. بقي معنا في الكتاب ده تقريبا جزء كمان. هنحله برضو. انا مش هسيب اي سؤال في الكتاب ده غير لمحله. بقي معايا جزء بعد كده اللي هو الايميل. الايميل ده برضو بسيط وسهلا بفوش مشكلة. هنحل. هنحل الايميل ان شاء الله كمان. وبعد ما خلص الايميل هنبدأ نحل مع بعض الاسئلة الموجودة في الكتاب تاني. يعني مسلا كتاب اوي. هنحلو. هصورو ونحلو مع بعض على اليوتيوب برضو او ونزلو لكم المحتوى بتاعو. انا عايزك بس العين اللي بتعمله. انك ما تنساش انك انت بتدرس حاجة اول مرة تتطبق في سنوية عامة. فالموضوع مش هيكون بسيط عليك الا لو انت ذكرت كتير. وحل كتير. حل عليها على قد ما تقدر. كل شوية حل اسئلة هتلاقي الدنيا مشها معك اخر حلاوة. السلام عليكم وانتلا وبركاته.